بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد نتابع قراءتنا في كتاب كيف نتعامل مع القرآن وهي مدارسة أجراها الأستاذ عمر عبيدة حسن مع الشيخ محمد الغزالي رحمه الله واليوم مع الحلقة الثالثة والأربعون بعنوان ترجمة معاني القرآن قد يعنينا من هنا نقطتان كول القرآن عربي بمعنى أنه يفهم من خلال معهول العرب في الخطاب لكن هذا يقتضين العودة إلى قوله تعالى وما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه ليبين لهم والرسالة جاءت عامة للناس جميعا والأقوام الأخرى لا تعرف العربية ولابد من قراءة القرآن بالعربية وفهمه من خلال معهول العرب في الخطاب كما أسلفنا فكيف يمكن أن نوفق بين الآية بلسان قومه وعموم الرسالة ونقطة أخرى في التلقي والبيان والفهم والتعامل مع النص القرآني ماذا عن ترجمة القرآن وما علاقة التفكير بالتعبير وكيف يمكن أن يكون التفكير إسلاميا وأن يكون التعبير بأي لغة غير العربية وهل يمكن إدراك أبعاد الفكر القرآن وتمثله فعلا من غير اللغة العربية هناك الآن دعوة خطيرة وهي التفريق بين لغة العلم ولغة الدين هناك لون من التآمر على القرآن لإزاحة اللغة العربية وذلك باعتمادها لغة الدين أما العلم فلا بد أن يكون بلغة أخرى بمعنى أن تكون هناك لغة للمعبد وهي العربية ولغة للمعهد العلمي وهي الإنجليزية أو الفرنسية أو ما إلى ذلك وهذه قضية خطيرة جدة وشيئا فشيئا سوف تنفصل العربية عن الحياة ويحاصر عالم الدين نفسه في المسجد ليكون بعيدا عن أي استعداد لاستيعاب العصر وسوف يكون انقطاع عن التواصل اللغوي وإدراك الميراث الثقافي والتفاهم مع القرآن بالنسبة للأجيال القادمة فالقضية ذات أبعاد متعددة وخطيرة اتفق علماؤنا على أن النظم العرب جزء من النص القرآني جزء من الوحي ولا يمكن أن يسمى وحيا أبدا لو ترجم القرآن إلى لغة أخرى مهما كانت الترجم دقيقة ومهما كان وفاؤها بالمعاني يستحيل أن يسمى هذا المنظوم قرآن يسمى معاني القرآن يسمى تفسير القرآن باللغة الإنجليزية أو الفرنسية إلى آخره لكن القرآن لا يكون إلا عربيا عالمية القرآن تأتي بطريق ترجمة المعاني والأهداف للناس وما حاجة الناس إلى أن يترجم لهم القرآن كله ناقص المعاني التي لا يمكن أن تلحظ إلا في الأصل العربي بمعنى أن العلماء قالوا هناك معاني ثانوية غير المعاني التي تعطيها الكلمة عندي في اللغة العربية تعريف الطرفين يفيد القصر أي أنا الكاتب تعني أن غيري ليس بكاتب إياك نعبد تقديم المفعول أعطى قصرا فهذه المعاني الثانوية لا يمكن أن تترجم أبدا مع ترجمة القرآن الكريم إلى لغات أخرى الذين يشتغلون بالترجمة الآن يقولون مهما رقيت الترجمة وتقدمت لا يمكن أن تغني عن الأصل ولا نقل المعاني كاملة لأن جزءا من الحقيقة يضيع أثناء النقل من لغة إلى أخرى لذلك نرى كثيرا من الذين يحرصون على المعاني الدقيقة والأهداف المطلوبة لا من دوحة لهم عن تعلم لغتها والتعامل السليم مع النص القرآن يقتضي فهم النص وإدراك مقاصده ومراميه شعر تشكسبير إذا ترجم إلى اللغة العربية يفقد نصف قيمته الأدبية لأن قيمته في أصله وليست القيمة عندنا نحن وفي جميع اللغات للأصل قيمة خاصة والترجمات تخضع لتحريفات كثيرة نعود إلى القول بأن القرآن نزل عربيا بلغة العرب ورسالة القرآن رسالة شاملة وعالمية فكيف يمكن أن يكون الخطاب القرآن عالميا وهو باللغة العربية مع أن الأقوام الآخرين لا يعرفون العربية أثار الزمخشر السؤال نفسه وأجاب عنه قال فيما أذكر إن التراجم تغني في هذه الحالة لكن في البلاغ لا بد أن ينزل بلغة من اللغات وكونه ينزل بجميع لغات الأرض دفعة واحدة فهذا يعني أنه يحتاج إلى ماءة نبي مثلا لكي ينزلون ويتكلمون بلغات أقوامهم لا بد أن ينزل القرآن بلغة وحيدة وعن طريق هذه اللغة الوحيدة واستعابها للمعاني وقيام أهلها بالفهم يصدر عن طريق الترجم والبيان لجميع اللغات الأخرى وبهذا يمكن أن أنقل للناس معاني القرآن القرآن فيه أمران أهداف رئيسية ومحاور أو أحكام يمكن نقلها بذون حرج أما ما يصنع هذه الأحكام من الأسلوب القرآن كله يبقى في الأصل فلا تحتاج الأمم الأخرى إليه فأترجم مثلا المواريد الحدود خلاصة للقصة القرآنية أترجم خلاصات لأشياء كثيرة لكن الأساس يبقى أنه كيف ينزل للعالمين بلغات كثيرة عالمية هذا مستحيل ينزل بلغة واحدة بقوم معينين ثم ينقل عنهم ويترجم أو يفسر فلا أقدم للناس قرآنا مترجما ولكن أقدم لهم وأصدر أحكاما وقيما وبعض السلوكيات المطلوبة فقط لم تنفصل اللغة العربية عن الإسلام مدطلعت على العالمين شمسه فقد أصبحت جزءا منه يقوى ويضعف بضعفها بل إن القضاء على العربية هو حكم على الإسلام نفسه بالموت وقد عمل الاستعمار العالم على ذلك بدحرجت اللغة العربية إلى أسفل السلم التعليمي وإبعادها عن آفاق الحضارة الحديثة وتشجيع ساسة أو أساتدة استعجمت ألسنتهم وأخلاقهم وأمسى حديثهم بالعربية مثار استهزاء والمعروف في تاريخنا من بدايته الأولى التسوية بين علوم الدين وعلوم اللغة وتدريس هذه إلى جانب تلك وتيسير التعريب لكل راغب فيه ورفع مكانته المادية والأدبية ومع أن الفرس بقوا في بلادهم محافظين على لغتهم القديمة فإن من أراد منهم السيادة بين جماهير المسلمين تعرب وتبوأ ما شاء من مناصب القيادة على أساس أن العربية لسان لا عرق وشيء وحيد مؤسف وقع في تاريخنا في ثلثه الأخير فإن الأتراك وضعوا أيديهم على الخلافة الإسلامية الكبرى وأبوا إلا أن يبقوا تركا بلغتهم الأولى ولما كان الإسلام عربي اللسان والثقافة فإن فجوة وقعت بين السلطات الحاكمة والشعوب المحكومة كانت سببا خطيرا في انهيار المسلمين جميعا دينا ودولة ثم إن العبادة في الإسلام تشمل العلم والعمل جميعا فليس هناك لغة للعلم وأخرى للعبادة كل فج للمعرفة في أرجاء السماء والأرض هو عبادة وعلم الفقه ليس أقرب إلى الدين من علم الحديد فالحقيقة وسياجها شيء واحد ومحاولة المستشرقين والمبشرين وأعوانهم من جلدتنا أن يجعلوا الطب إنجليزيا والهندسة إنجليزية هي دريعة للقضاء على علوم التفسير والحديث يقينا إن لم يتم اليوم فغدا واللغة العربية تستطيع استيعاب جميع علوم الحياة وقد ضلت ألف سنة محيطة بكل ثقافة في العالم على حين كانت الألسنة الأخرى تخطو بخطى الأطفال على ظهر الأرض ومعلوم أن الاشتقاق والنحت كفيلان باستقبال كل جديد مما يخترعه البشر هنا وهناك إن الهزائم النفسي والديني التي محقت شخصي العربية عند بعض الناس هي التي أهانت اللغة العربية وحطت من قدرها ويوجد الآن ساسة يجيدون كل رطانة ويلوون ألسنتهم بشتى اللغات فإذا تكلموا بالعربية وجدت أطفال يثعثرون ويجمجمون ويلحنون ولا يحسون أدنى حياء لأنهم فقدوا عزة الإيمان بل فقدوا كرامة الإنسان كما يقول الشاعر ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام ثم ينطلق الكاتب إلى قضية بعنوان ذور اللغة العربية في إداراك مقاصد النص القرآن وصياغة وحدة الأمة يقول هناك قضية أرى من المفيد إثارتها وهي أن اللغة كسبية أصلا وليست قصرية وبمقدور أي إنسان أن يتعلم اللغة وقد تعلم كثير من غير العرب اللغة العربية من أجل فهم القرآن وإدراكه ولهم في ذلك كسب رفيع لأنهم اعتقدوا أنه لا يمكن الوصول إلى فهم القرآن إلا بلغته الأصيلة والآن أي إنسان يريد فهم أي كتاب لا بد له من تعلم لغته ولذلك أرى أن من مستلزمات فهم الإسلام أن يتعلم الناس اللغة العربية وقد تقبل الترجمة في المراحل الأولى لأنها يمكن أن تؤدي دورها لإفهام الناس أبعاد العقيدة وأنماط الحياة والسلوك والعبادة وما إلى ذلك لكن بعد ذلك لا بد أن يقود الإسلام إلى تعلم العربية لإدراك مدلول الخطاب الإلهي الذي نزل بلغة العرب ولا شك بأن الأمة الإسلامية أمة واحدة وأن اللغة المشتركة هي وعاء لشعور الأمة وصياغة له وهي أوعية تفكير الأمة فإذا تعددت اللغات يخشى أن تتعدد الأوعية وتتمزق وحدة الشعور وبالتالي نفتقد بعض خصائص وميزات الأمة الواحدة نظرا لتشعب اللغات ونقطة أخرى أراها في هذه القضية الهامة إن علماء النفس يتكلمون طويلا عن علاقة التفكير بالتعبير وأن اللغة ليست مجرد قوالب تصب فيها المعاني وإنما تتأثر المعاني أيضا بالألفاظ والألفاظ تتأثر بالمعاني فهناك علاقة جدلية بين التفكير والتعبير فالتعبير قوالب التفكير إن كلا منهما يتأثر بالآخر فإذا قبلنا الانتقال بالقرآن من اللغة العربية إلى لغات أخرى فسوف يصاب التفكير أي يؤتى التفكير من خلال التعبير ونقطة أخرى نرى أن كثيرا من المسلمين ومن بعضهم الذين يقومون على أمر العمل الإسلامي اليوم بردت الهمم عندهم في تعلم العربية واقتصروا على آيات يؤدون بها الصلاة تحت شعار نحن نفهم القرآن من خلال الترجمات ويقولون باللفظ نفسه تقريبا ليس المهم إسلامية التعبير أو عربية التعبير وإنما المهم إسلامية التفكير وليكن التعبير بأي لغة فأنا أرى بإطار نشر الدعوة وإبلاغ الإسلام للناس والتكاليف الشرعية ونظريات الإسلام ومقاصد الشريعة في المحاور المتعددة أن نأخذ بالترجمة وتشكل هذه ابتداء مرحلة تعريف شعوب الإسلام لكن انتهاء لا بد من تعلم اللغة العربية لغة الأصل لوحدة الفكر ووحدة التدوق والتعبير والتفكير وصياغة الأمة وإلا إذا سلمنا بالترجمة وبأن الترجمات تغني عن المعاني فسوف تقع المشكلة بل الكارثة ويختم الشيخ الغزالي هذا الحوار مع الأستاذ عمر عبيدة حسن قائلا الترجمات لا تغني أبدا وأنا أوافقك على ما تقوله كله نقف عند هذا الحد وكان موضوع هذه الحلقة هو ترجمة معاني القرآن هذا القرآن الذي نزل عربيا بلسان قومه واعتبر الكاتبان أن التفريق بين لغة العلم ولغة الدين أنها مؤامرة على القرآن لإزاحة اللغة العربية بحيث تعتمد العربية في مواضع الدين وتحيد في مواضع العلم الأخرى ويستعمل بديلا لها اللغات الأجنبية من الإنجليزية والفرنسية وغيرها والمقصود من ذلك أن تنفصل العربية عن الحياة ويحاصر عالم الدين نفسه في المسجد ليكون بعيدا عن أي استعداد لاستيعاب العصر إذن فالقرآن نزل عربيا بلغة العرب ورسالة القرآن رسالة شاملة وعالمية فالقرآن ينزل بلغة وحيدة وهذه اللغة العربية لا تنفصل عن الإسلام والقضاء عليها هو حكم على الإسلام نفسه بالموت وذكروا أن الأمة الإسلام هي أمة واحدة وأن اللغة المشتركة هي وعاء لشعور الأمة وصياغة له وهي أوعية تفكير الأمة فإذا تعددت اللغات يخشى أن تتعدد الأوعية وتتمزق وحدة الشعور وبالتالي نفتقد بعض خصائص وميزات الأمة الواحدة نظرا لتشعب اللغات وذكروا أن للترجمة دور في البداية في نشر الدعوة وإبلاغ الإسلام للناس والتكاليف الشرعية ونظريات الإسلام ومقاصد الشريعة في المحاول المتعددة ممكن الأخذ بالترجمة وتشكل هذه ابتداء أما في المراحل المتقدمة انتهاء لا بد من تعلم اللغة العربية لغة الأصل لوحدة الفكر ووحدة التدوق والتعبير والتفكير وصياغة الأمة وإلا إذا سلمنا بالترجمة وبأن الترجمات تغني عن المعاني فسوف تقع المشكلة بل الكارثة كما قالوا نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة المقبلة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر